موسيقى اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقاتنا اليوم السبت اليوم الحلقة رح تشعل النار لانه كل الوصفات اللي فيها لزيزة واليوم فيه كمان ترند على السوشيال ميديا حنوشة رح تعمل لكم يا لعب هاي هانيا اهلا كيفك تمارا هانيا 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 انتشو الاخبار نيحا الحمدلله جاهزة جاهزة كثير ايش عملت لنا اليوم اليوم عملة الترند يلي طلبته تمارا عشان هي جعبالها اشي بدون تشوكولت وبذات الوقت هيك يذكرها بايام التشوكولت الجميلة عن جد فعملين حلو المكة عملين حلو هادا ترند طالع وكتير زاكي الصراحة وعن شد تجربوه كتير حلو وما بياخد وقت وعملين اليوم فتة كتير غريبة وكتير زاكي هاي ترند رقم اثنين هاي ترند واشي جديد وترندي ورح تحبوها كتير اللي هي فتت متبل البيتنجان حلو مش فتت بيتنجان وبندورة لأ متبل البيتنجان رح يكون معها جوز رح يكون معها اشياء كتير زاكي هلا بتشوفوها ورح نعمل الاشي الزاكي كمان اللي رح يكون اللي هو الاتحالات عشان كلها تغميس اليوم واشياء هيك فاتحالات رح نعملهم بطريقة سهلة وزاكية وبتعملوهم تقدموهم مع ساندويتشيز بتقدموهم اللي بيتكم اياهم يعني انا شخصيا بحب اغمسها بخبزة وعصرة ليمون مية بالمية طبعا متل ما انتم متعودين علينا احنا ملكون موجودين معاكم مباشرة على الهواء على صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كتشن و عمان تي في اوفيشل بدي منكم تبلشو تشيرو الحلقة دردشو معانا اذا في عندكم طرق تانية ممكن تعملو فيها وصفاتنا يا هانيا ايوه اه 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 صح قاعدك تقليلنا الخبزات تبعوني الفتة ما انا عشان ما لحقنا نقليهم قبل والله بطلع لك يا هانيا اه 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 القبل شابت قولي هانيا شو رأيك تمارا تاكليلك شوية تاكي خبز قلت لما انا عندي مشكلة بالخميرة يا هانيا بقولها والله الخبزات بيشاه وتطلعي تطلعي كيفية كلون هما على ذهبين لازم اعملهم ليس تحطونهم ياها على التنلاجة زي ما انا عامل بالبيت على العموم طبعا اليوم اكيد الوصفات زي ما انتو شايفين كتير لزيزة وسهلة وسريعة يعني انا بتخيل الفتة سريعة بتخيل كمان الوصفة الحلو رح تكون سريعة رح نبلش ناخد مقدير الوصفة الاولى شكلها الفتة الفتة مازبوط فتة مطبا للبتنجان والحمص رح تحتاجوا للطبقة الاولى حبتين بتنجان مشوي مفروم بالاضافة لكوب جوز مفروم ولنص كوبة دونس ورشة ملح وكيلو لبن طبعا من المراعي ولثلاث معالق كبيرة من اللطحنية وثلاث معالق كبيرة عصير ليمون بالاضافة لاثنين سنتوم مهروز اما الطبقة التانية رح تحتاجوا لعلبتين حمص حبة من الكرم ولثلاث معالق كبيرة زبدة المراعي لرشة ملح ورشة بابريكا رشة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة دبس فلفلة اختيارية عصير ليمون وبقدونس موسيقى 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 اما بالنسبة للطبقة التالتة رح تحتاجوا لخبز محمص مكسرات مقلية وبقدونس موسيقى 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 بقوله عشان ينقام منه الزيت تبعه الزيت هاي تب جديدة من تمارة بتحب تحكي لكم يا او انا بس توردت وتنفخت اه اه صارت صارت تفتي طيب هلا احنا اللي رح نعمله تمارة انه انا رح اقيمي الامعة تبعتها اوكي ورح ابدأ شوي افرمها اوكي تمام معناتو رح نطلع بالفاصل الاولاني من كون فرمناها وجهزناها عشان بعد الفاصل مباشرة نبلش نطبق بالوصفة طيب رجعنا اكيد لكل اللي ينضموا لقيلنا اليوم عم نعمل فتة ترند على السوشال ميديا هي فتة تمتبل البتنجان مازبوط صح فهلا انت شويت البتنجانات وهلا بدك تعملي وقطع طيب هلا رح اعملي اللبن هلا اللبن تمارة زي دائما سمعيلي تمارة ايش ميحط لبن المراعي نعم الغني عن التعليف اللي بتاخده قاعدة هو هون مية بالمية بيور طبعا متل ما انتو بتعرفوا دائما لبن المراعي وعصير المراعي يعني احنا شوفوا اليوم قاعدين ايش منشرب من المراعي يا سلام يا سلام الانناس قديش زاكي يعني هوا ايش بترجوه وبتخلصوه مش بتشربوه بتخلصوه فصراحة رهيب 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 ها كم تاخدوه هيسم هايو يا هيسم رهيب 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 بترجوه وبتشربوه بكل بساطة هلا اللبن بدك تحطي فوقو شفيت طحنية عصرة ليمون استنوا استنوا والله ايو لو سمحتي اعم كتير مبسوطة احاسي حالي عم بسمع لها الامتحان من طحنية طحنية برافو اه توم توم والله مش قليل بتهرسي منيح بحرسه ما بشويعني او خايفت قطعي خايفت قمت قطعي اه اه مثلا اتهور الحمدلله اللي معاي تمارا يعني تخيلو له والله ما بتعترفي انه منيح اللي كنت معك شفتي ايش صار قبل الشبه اليوم اه اه صار اشي انا كنت متأخرة وهي اه ايه وانتي كمان دانا هلا رح تجننه تمارا جبتي امي ولا لسه ما جبتيه انا بقعد هون حارس عفكرة قبل الحلقة ما تبلش تيجي اه طال عمرها على الحلقة بتتفرج ايش عماله بصير بتحطي ليمون اه بس يعني ما شالله طلعبت يعني عم تتحسن يحطينا ليمون والقليل من الملح والقليل من الملح تفضلي تعالي حركي يلا فرجيك على العضلات اه فرجيني فرجيني العضلات بسم الله بسم الله شوفوا هيك منكون عملنا شو حركة اللبن حركة اللبن هلا الطحنية اختيارية في ناس ما بيحبوا طحنية طبعا بس اجمالا تمارا بما انه احنا عم نستعمل بيتنجان فالبيتنجان كتير بيحب الطحنية يعني لو انها فتة تانية ممكن نستغنى عن الطحنية بس هاي لأ بعدين لازم تحركوا تعمل بيدا هيك اصلا ليش رافع ايدي شوفت ما احلى منظروا احنا عملينا شكرا هلا انيشا انت هيك جهستيها جهزت الخلطة طبعية الفتة اللي هي احنا دائما منعملها اوكي راح اخليها على جنب بعدين هلا راح اخد عندي البيتنجانات يلي انا قلتلكم انه شويناهم وقشرناهم راح انزل عليهم جوز فلو فكرة الجوز يعني شايفين هي بتختلف عن الوصفات اللي احنا منعرفهم وريد انزل عليهم كل هذا الجوز نخلي الحبات الحلوين عشان نزين فيهم كي انتو كنتو تعملوا هيك زينا كنا نقعد النقل هاي الحبة حلوة خليها للوجه انجبت هاي الحبة مش زابطة طيب راح نحط عليهم البقدونس عقيد عليها بقدونس نعم ورح انقطعهم كلياتهم مع بعض هيك ونخلطهم هاي يعني زي كانها حشوة هانيا اي وزي كانها حشوة طبعا اكيد راح نحط عليها رشة من الملح شوفي حتى شوه الوان هم حلوة بتحيط شايفي بتجنن بعدين هي الصراحة الجوز مع البيتنجان يعني التنين بيعملوا هيك ثنائي رائع هاي هاي هم هلا انتو زي ما لاحظتوا انا ما حطت عليها بهارات او اشياء لانه انا عندي ملح حاطته على اللبن وعندي ليمون فالبهارات المزبوطة رح تنحط عليها من الحمص هلا لما نحطوا الحمص رح تشوفوا كيف رح نعملو استعمليين حمص حب بشاهي طبعا الحمص اللي احنا مستخدمونه زي ما انتو شايفين المعلبات طبعا من كرم زمزم اللي غني عن التعريف اللي ستطلقو بكل مكان واسعاره دايما متناول الجميع وبنفس الوقت كرم زمزم زي ما انتو شايفين مش بس عم نحكي عن الحمص عم نحكي عن حمص عم نحكي عن فول عم نحكي عن البازيلا عم نحكي عن منتجات كتيرة زي ما انتو عم بتشوفوها هلا على الشاشة بالاضافة للحمص بالطحنية مازبوط صح هلا هيك انا خلطهم مع بعض تمارا هاي هيك يعني دخلت طعمة التوم لا عفوا التوم احنا احطانا باللبن طعمة البيتنجان مع الجوز مع البقدونس والملح كلهم مع بعض هلا بتقولك سالي انا كتير بحب البيتنجان وبحب الحمص معاه وهلأ هلأ 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 هتعمل الوصف والله يا سالي انك انت خطيرة الصراحة بحب عن جد بحب فيها قدي هي بتطبق هيك بتفش القلب لأ وبعدين هلأ مطبخة مفتوحة على غرفة القادة فاحنا بالشاشة الكبيرة هي شايفيتنا 24 ساعة يعني حلو حتر في شغلة الطبخ كتير صعب يعني يعني دائما الناس مسلا بصيروا يقولك نعرف شو نطبخ صح صح احنا منسهل عليكم فحلو لما بتكوني عم بتتابعي حدا وعم بتطبخ قدامك مية بالمية استني رح اخد هون عندي زبدية اصغر طبعا انا هون بدي اشوف لنا نادية قرقش بتقولي يا عيني على اكلة المتبل البتنجان كتير زاكي انا بحط مع البقدونس وكمان بزيد عليها فلفلة حلوة صفاء صندوقها اهلا وسهلا فيكي مها يونس متفقين شكلهم تمارا بالنسبة للون مع الشيف تمارا وهاني لا والله انا بالصدفة احنا عنا توارد افكار يعني مكون مو حاكين ولا متفقين بس بطلع توارد افكار هلا تمارا انا حميت عندي هون المقلاي عشان بدي احضرها وانزل عليها الحمص هلا رح ننزل هون البتنجان اللي عملنا شوفوا اديك لونه رائع هاي كيك وبعدين رح اخلطهم مع بعض طيب هون بتقول كمان كنت عم بشوف هلا نظمية نظمية عم بتقول نظمية الملاح كمان لنداء اهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم وبيدي احكيلك كمان يعطيكم الف عافية وشكرا كثير للكم معتصم اهلا وسهلا فيك وام سامر كمان اهلا وسهلا فيكي وام راعد شكرا للك نوال حبيبي تقلبي تانكيو كتير على كلامك الحلو واللطيف اللي دايما كمان تبعتي لنا يا اسكراها نوال عن جد هلا هون فيكم تحطوا شوية زيت انا بدي احط صراحة نقطة سمنة معلش احنا مظلنا ننزل نطلع معلش يعني بس احنا نضب الاشياء تحت لانا اوكي رح اخذ نقطة من سمنة المراعي اللي بنكهة الزبدة حلو هاي لانو بحسها الصراحة زاكية مع الفتات هيك بتعطي طعمة زاكية هاي دوبتها ورح انزل عليها هلا تقلاية الحموس انا بنفس المقلاي هاي قليت الخبز وقليت اللوز فهي معطي طعمة مظبوط هلا رح ننزل عليها حموس الحب شوفي كيف كيف الحب بحبته مع كرم زمزم طبعا انا فتحتهم قبل غسلتهم وصفيتهم ورجعت حطيتهم هون هلا هاي رح تكون تقلاية الحموس اللي عليها رح نحط عليها سيتحمي انت حما رح ننزل عليها كمان توم طب نحط علي الحموس توم انا عم كيف تمارا ما عرفت هاي الحركة صراحة هاي هاي اول مرة تمدوا هاي الطبقة حس الحالي اصولها علامات مش رح تحطيني نجمة باخر الحلقة لا لا خلاص رح تحط عليك النجمة يعني انت عم نحكي اليوم عن ثلاث طبقات احنا بهاي الوصفة نظبوط صح بس هي شوفي الحلو فيها يعني انتو رح تحسوا انه قطلت طبقات وهيك بس هي يعني اذا بتتحضر عليها كمان تبكير سهلة ما بدها اشي هلا رح ننزل التوم ايو اوكي اوكي انا حاسة في بابريكا في الموضوع ولا لا صح برافو عليكي في بابريكا تقدرش رح نحط عليهم رشة مليح اوكي ما هي زاكية البابريكا الصراحة صح مية بالمية هاي الاكلة زاكية ورح نحط رشة بابريكا اه هاي هيك ورح نحط شوي من دبس الفلفلة ما تنسيش الملح ولا ما رح اتملحي حطيت ملح حطيت اه اوكي تمارة كمان على مناقصة بس هلا دبس الفلفلة كنت عم بتقولين انه اختياري اختياري اه اوكي انتي بتقدر يتاقني لا لا انا اصلا كل الاكل ما بدها شوف اه انتي عشان بتنجان صح صح بس انه دبس الفلفلة قلت اختياري للي ما بيكون عندهم ما في مشكلة انها ما يكون موجود مية بالمية هلا رح احط عليهم عصرة ليمون اهه هيك خفيفة اللي هي تقريبا معلقة يعني اوكي هيها بس حتى تعطيهم شوية حموضة ونقلبهم بس الغاز الغاز ايام بيفاجئني بكون كتير كتير سريع واحيانا بنامي واحيانا بنامي فهي وهيك هاي تقلاية الحمص الزاكية هي هاي سخنة طيب بس شوفي ما احلى لون الحمص هو التفريكة واش رح نحط معا الحمص كمون كمون رشة كمون صغيرة تمام عشان كمان النفخة حتى النا يا سلام عليكي دكتورة صورة دكتورة دكتورة عظيمة ما شاء الله ما شاء الله هل اسأليني شوف فوائد الكركم شوف فوائد كوتون هاري بقرة هاري بقرة عن الابهارات وعن الاشياء التانية هي خلص يعني اطبعت هلا مش قادري طيب هاي هيك احنا حطناهم هلا رح احط عليهم رشة صغيرة من البقدونس ها كمان مرة بنحط بقدونس ها مش هاد البقدونس دي البقدونس اللي عندك هاد كمان اهلا وسهلا فيك عم بتتابعنا من الدينمارك انا بعملها بس بطريقة تانية بس متبه الكوسة كمان زاكي وكتير كتير بيطلع زاكي صح كبديل البتجان تماري عشان انت عنديك تحسس فعلا انا بحب اه 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 موضوع الكوسة صراحة ليتلي صرت اشوفه كتير زاكي بالاكل صح وترندي عم بحطوه كثير بالصلة مرة بشوه مرة بقلوه مرة بحطوله اشياء افكاروه مرة بحطوه زاكي كتير الكوسة انا بحبه خاصة لما بكون مشوي يعني لما بتحطيه مشوي وبتعمليه بسلطات كمان كتير زاكي حلا رح نحط عنا الطبقة هادي اللي احنا عملناها هي تحت اوكي هي تحت رح نحط يعني هاي مش كتير زي الفتات التقليديين اللي احنا منعرفهم فرح نحط هون طبقة اللبن الطحينية يعني شف اليمنا بكون عندك جمع وتعمليها مثلا بدل ما انك تعملي سلطة لا نفترض اه اه يعني زي المقبلات طلعة هيك شكلها بشهي فهي رح نحطهم هيك ورح نحط عليهم الخبز على الداير اعتاني ايش الخبز نعم هي هيك بس نحط المقرمشين اللي كنت عمال يبقليهم قبل الحلقة هي هيك وبعدين رح ننزل على وجههم الحمص حمص هاي احنا تقريبا يعني قربنا نخلص نانا بس عطينا دقيقة ام او ربع دقيقة طيب بدا اقول له هيا الشتي يعطيكم الف عافية شكر لإليك كمان هاديل اهلا وسهلا فيك زهرة كمان يسعد يومكم مأحلككم كمان كالتوم من ولاية مش واضحة اش الكتابات بس حياكم الله وفيكم اهلا وسهلا فيك حبيبتي يالله هي هيك هاي حطيت البقدونس وحطيت الحمص ورح ارجع زيان بكمان مرة بالخبز وبالمكسرات وهيك منطلع بالفاصل الثاني وبعد الفاصل نحن نعمل التحلات صح؟ يلا سلام على التحلات موسيقى 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 صراحة يعني اليوم كمان لكل الاشخاص اللي بيحبوا الاكل التقليدي اللي هو زي ما بقولوا الزفر هيك اللي تقيل اللي عنجت بتاكل كل فترة وفترة وهي الاكلة كتير بيحبوها بالشتاء فاليوم رح نعمل التحلات موسيقى بالخريف يعني ما احنا بلشنا هايو كل سنة منتسالمة يعني بالشهر التسعة هي اصلا فاليوم رح نعمل التحلات بطريقة هنوشة ولازم نحكي عن قديش هي لازم تكون نظيفة لازم تكون فرش لازم نلاقيها كمان عن جد طازة زي ما بقولوا مملحة ومبهرة واكيد رح تحكي انتي اكتر من من وين احنا جبناها وكيف حكينا عنها كيف انتي اليوم قلتلي تمارا مجد انها فتحتها ما شميت اي اشي فتدايقت منه فكان كتير اختيار صائب مضبوط لانه انا هاي الاشياء اللي خاصة الخاصة بالخروف لازم تكون مجيوبة من محل من مصدر صح يعني كيف ده تكون ده تكون انها فرش ده تكون تازة بتشهي مش قديمة عند البيع بده يكون كمان الست اللي بده تمسكها تنظفها تكون شاطرة بتعرف كيف ده تنظفها كتير شغلتها حساسة اشياء الخروف زي الاطحالات زي الفوارغ زي هيك وانا لاني دائما دائما مع دعم الستات اللي بيطلعوا بمشاريع حلوة وبيتية فانا بدي ادعم ميسون لانها هي بتعمل هذا الاشي بتعمل الاطحالات بتعمل الفوارغ انا كنت مصيتها على فوارغ لقلنا احنا للبيت بس فتحتهم الصبح بحيطهم بتشحي فهذا اشي كتير مهم وبشجع كل الستات لازم تتنشط وتعملوا اشي فانا مبارح وسط قلت لها بدي جي بيلي التحالات لان كان يوم الجمعة وانا عندي كان اكمل شغلة فشو اسمه فجعبتهم وحضرت لي اياهم بهاي الطريقة وانا هلا رح احكيركم كيف منعمل الحشوة تبعتهم حلو يعني معناته زي ما انتي قلت احنا اليوم كمان بسحتين وهنا بنحب كتير ندعم يعني كل شخص يمكن فعليا بعمل هاي الوصفات اللي بتكون بالبيت السهلة هلا طبعا انكم نتاخديها نية ممكن تاخديها مسلوقة ممكن تاخديها مشوية مطبوخة انتو يلي بتكم ياه فاكيد من وجهة تحية كتير كبيرة لميسون واكيد لانا يلي عم بتعاونوا مع بعض وعم بقدموننا زي هيك اشياء مصبوخة فهلا شو رح نعمل ناخد الوصفة ناخد الوصفية يلا للطحالات المحشية رح تحتاجه لكيلو طحالات خروف ولليمونة مفرومة ولضمتين بقدونس ولراستوم مقشر مفروم ولقرنين فلفل حار مفروم بالاضافة لابهارات مشكلة جوزت الطيب وزيت زيتون واثنين كوب من المي عصير ليمون وملح اما بالنسبة للتقديم رح تحتاجه لخص مقطع وشرايح ليمون مع خبز انطلقي بالحشوة يلا ننطلق هلا الحشوة هاي تبعتي انا صراحة بحبها بهذه الطريقة كثير طيبة وعملوها ورح تدعولي الصراحة عليها لانها نجد انها هاي بعد نتاج تجارب وتجارب عديدة هلا احنا لطحالات كنا زمان نجيبهم بتذكر يعني انا صغيرة كانوا يحضروهم العيلة الكبيرة كانوا يسلقوها ويقيموا الاشراء اللي عليها وهيك هلا اوكي الاشراء من ايمها بس انا اكتشفت ان اذا عملناها بهاي الطريقة حشناها وحطناها بالفرن بكفي تماما ما في داعي للاشياء لا لسلق ولا لاشي وحطي الاسل ايها وحطي لها ورقة غار وكمن شرحة ليمون اكتشفت ما في داعي لكل هذا الحكي خلص انتو اخسلوها بمي باردة وقيموا الاشرة اللي عليها وعملوا فيها الفتحة اللي بتنعمل فيها وخلص بتدعكوها بشوية ملح خشن عشان برضو هيك كتعقيم وكتطلعوا السوائل فيها حتى تنشفوا تاخد الحشوة وخلص بكفي هلا رح احطتهم بقدونس رح احط عليه رشة من الفلفل الحار وبرضو فرمت عليه الفلفل حار رح احط عليه كمان توم والتوم بهاي الوصفة فيكم انو يا اما بتبرشو سوري عفوا بتعملو بيعني هاي اسمها الفرامي اللي هيك يعني تكمسوها زي اللي هلا استعملتها او انو في ناس بتقطعوا هيك تقطيع كتير ناعم هلا هي هاي الاكلة بتحب التوم فانتو كل ما كترتوا التوم تطلع قطل والفلفل الحار كأنو لانو بتعرفي جد بتحرق هي مزبوط انا زمان قبل التحسس وهي المشاكل كنت اكلها فبتذكر يعني كنت احكي لهم انتو ليش هلا قد بتحطوا حر لانا مش من الاكيل في الحر لا بس هو الحر كتير مفيد تمارا فهي انا هيك قطعت فيها توم زي ما قلنا حتى ياخد لونها وزي ما حكينا لطحالات من الاكلات الكتير بتحب التوم انا بحب اضوف لها ليمون مقطع لان كتير حسيتوا الصراحة بعطي طعمة طيبة ورح نحط فلفل اسود طبعا انا عملي حشوة صغيرة هون لاني عالق رحشي تنتين قدامكم هاي فلفل اسود وهي ملح ام اوكي ورح نحط كمان عليهم ليمون هاي فيه ناس بحطوا فلفل رومي فيه ناس بتحط فلفل رومي اه بس احنا حطينا فلفل حار خلاص ورح احط عليها جوز طيب لانا جوز طيب من البهارات اللي بيحبوهم اللطحالات هاي هم ورح نحط اخر اشي اه اللي هو ال انا يعني هاي القطراحاتي انو حطولها شوي يد بس فلفل يدهم هلا حركوهم سوا فيه ناس بتحط شطة يعني هي دبس الفلفل ما هي فلفل حلوة فيكم تحطوا دبس الفلفل الحارة اللي هي الشطة فهاي ها بهاي الطريقة ورح نحط اكيد عليهم ايش زيت الزيتون بس السؤال اللي بدي اسألكي اياه هلا لطحال مش زي مثلا الكرش والفوارغ بنعملوا مثلا مسلوئين او هم نفسهم دايما مشويين ولا مثلا بنحطوا مع ورق عنب او يعني غير طحال عالم اخر انو اش شرقكم انتو لا يعني مثلا فينا لا لا ما تقدم تحطيهم مع الورق لا 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 ما بينقلوا ينقلوا لا صراحة هي بتنشوي شو هالسؤال الغريب ليش عادي كرياتب هاتي بلي كرياتب لا لا خلينا هلا قيموا المزيح على الجناب هما مش بن في ناس بتقليهم بلا اسمعي ذكرتيني تقدروا تقلوهم وبعدين بالمقلاي بس ياخدوا لهم ضيفوا لهم شوية مي وتوتوا الغاز او تنوصوا الغاز عليهم حلو وتغطوهم وتتركوهم لوقت هلا اذا اكبر بدهم تقريبا ساعتين اذا صغار بياخدوا عندكم ساعة حلو بس هو ان جنرال تفريزهم مثلا ممكن يتفرزوا بعد ما يكونوا زي هيك ولا بس ينحشوا ممكن لا بس ينحشوا انا ما بحب لا بتفرزوا هما بتفرزوا بعد ما تحشيهم تفرزيهم او قبل ما احشيهم ممكن ممكن تمارا اه 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 تقدري تقدري اكيد طبعا احلى اشيها الاخيرية بتبعتلي مسج بتقولي تمارا بتحكيلي احلى ما في الموضوع انه للي بيحبوا الطحل مائلهم موسم وما الهم ما سيزن يعني اغلص على طول ايواء اه والله صح معنك يحق الصراحة ولا بده برد ولا شوب ولا اشي بس هي اجمالة يعني من الاكلات اللي بتدفي شوي بس هي دائما مفيدة وقدش فيها حديد كمان فرائعة بتكون هلأ رح نعملهم هيك هيا هاي حشيتها نادية بتقولك انها هي فعلا بدها شطة وتوم وبقدونس وزيت زيتون وفلفل اسود وملح وبنحط معهم كمان يا شفهان يا احيانا جوز طعم بطلع كتير زاكية هي هيك بتعملهم صح مظبوط مظبوط في ناس بتحط لهم جوز اوك هلأ هيني حشيتها زي ما قلنا هلأ الفتحة اللي بتنعمل بالطحل بتنعمل من هاي الجهة من فوق اوكي هلأ رح ارتبهم بصانية تمارا ونحطهم بالفرن بتحطي ايش عليهم لا رح احط تحتهم اذا بتحبوا تحطوا تحتهم سمنة زيت تحبوا تحطوا قطعتلية اللي بتقوميها عشان هم يعني بحبوا الدسم الصراحة وبحط بغطيهم وبحطهم بالفرن هانيا حشيش انت منضحك اه اقولك ليش ليش انا على علمي على علمي من غير شر من غير شر من غير شر الشف خميس باليونان نعم بس يبعتلي مسج بقولي تمارا زبط المطبخ بكرا ان شاء الله بدي اجل هيكل شي منظم ومرتب وحلو هاي الحكي لايلك ولا دندونة وانا برا ما ليش دخل انا شو دخلني حبيبتي انتو اللي بتطبخون احنا ما دخلنا انتي انتي بعدين بكرا ايش هو بكرا اه بكرا الاحد صح توصل بالسلام يا شف خميس تكرم عيونك شف انا شو منيحة بوصل على الاربع الصبح رح تستقبل مكالمة لطيفة جدا من الاخ دانا زوقش على الساعة سبعة ونص الله يكون بعونك الزن من السبعة ونص صباحا للساعة 12 الظهر صح انا يا جربت تسافري وترجع بنفس اليوم بتعملي حلقة لا وما ادراكي ما دانا زي بتعملي هاي العملة اه 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 دانا رح نطلع بالفاصل ونرجع لكم موسيقى طبعا نرجعنا لكم اكيد مرة ثانية مباشرة على الهواء كان عم بواصلنا هانوشة عن موضوع وعن بيحكوا لنا إنه عشان سبتات البيوت اللي بيعملوها في البيت فبدنا نستقبل على الهوى مباشرة معنا ميسون كيفك ميسون؟ مرحبا أهلا 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 يعطيك يا أول إشي ألف عافية الله يعافيك أهلا وما أصرته ما شاء الله معانا اليوم ومع الشف هاني غلبتك قوليلي أمانة لا بالعكس تانية كثير فضيعة بالكومنت وطريقتها حبيبتي بإنها كيف تعطي الفيدباك تبعتها وكثير لزيز كان صراحة طريقتها كثير حبيتها وكثير رياحتني حبيب الحمد لله طبعا ميسون إحنا ما رح نطول كثير معاك عشان وقت البرنامج بس بنا نقولك يعطيك ألف عافية وإذا بتسمحين رح تكون هلأ رقم تليفونكم بالمطبخ الأدسي على الهوى عشان أي حدا يعني بيحب يتواصل معاكم يطلب طحل يحكي لكم أو أي شيء هيا زي ما أنت شايفينه أو فوارق أو كرشات إحنا جاهزين إحنا جاهزين إن شاء الله بنكون أدهاي الثقة إن شاء الله أكيد أدهاي وإدود وتحياتنا لإلك ويعطيكم ألف عافية طلعوا ما أحلاهم هايهم إن شووا شفتيهم على الهوى إن شووا بشهه الصراحة شو شعورك ما يصير أنت شايف شغلك صار موجود على الهوى ولك أنا اللي عملتهم هدول كملتهم لي عملت شوي منهم وأنا كملت عاي البنت إش بعمل فيها كبوة وأنا فاكلهم هاي رح تاكلهم حبيبتي يعطيك ألف عافية شكرا لإلك والله أنا رح أكلهم وأنا مرتاحة ولا رح أطعميك ولا لقمان يعني ما شاء الله طبق سيريا أشوف هانيا أقدر حط فيهم ليمون ليه أنتي حطة ليمون؟ أنتي حطة طبعاً فكرت إنه أنتي يعني اسمعوا تماراً كتير بتعيش الدور يعني أحب أعيش طيب هنوشة بدي أحكي لك بالنسبة لموضوع السوس هلأ أنت هون طلع مرأة هي لا أنا ما طلعت مرأة هي بتنزل منهم تماراً أنا حطتهم بالفرن حطت عليهم شوية زيت زيتون يعني هاي زي ما كانوا هون عندكم لما عملناهم أنا عملتهم معاكم قبل بحلقتين متذكرين في حلقتين إحنا عملناهم وعملناهم بطرق مختلفة صح فافتحوا عليهم لأني حكيت فيهم بديتيلز أكتر كيف تنظفوهم وكيف تعملوهم يعني أنا من الناس المشهورين بالعيلة بالطحل كل بحكي لي طحلك زاكين مية بالمية يعني انبسطت لأنه حسيت هذول كتير راب على اللي أنا بعملهم يعني فقط أطلبوهم وإنتوا متضمنين الحمد لله هي هيك بتطلع يعني هاي بتحطوها بالفرن بتغطوها هي لحالها بتنزل المي اللي موجودة فيها مع البقدونس مع كل شي وبتقدروا كمان نفس الحشوة تحطوها بقلب البندرة حلو كمان كفكرة تانية ما نزبوط طيب معناته إحنا هلأ بدك تسكو بيهم أو بدنا نطلع بوصفة الحلو نطلع بوصفة الحلو بس كمهم يكونوا شوي بردوا حتى قدر أبطعهم مية بالمية حلو الموكة رح تحتاجه للتر حليب من المراعي ولست معالي كبيرة من النشا ولأربع ملاعق كبيرة من السكر تلت ملاعق كبيرة قهوة سريعة الدوابان ولما علقتين اشطع ميلودي من الكرم أما بالنسبة للوجه رح تحتاجه لمعلقتين كبار قهوة سريعة الدوابان ولما علقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من المي الدافئ أما للتزيين رح تحتاجه صلصة للشوكولت وقطع كمان من الشوكولاتة طبعا هلأ موضوع اللي حلو اليوم حلو الموكة ستتفاجئوا فيه قديش سهل قدي سهل وقدي زاكي عن جد يعني شوفوا الأشياء اللي رح نستعملها فيه كتير بسيطة اللي هي الحليب وطبعا فيكم تختاروا من حليب المراعي بالعبوة الجديدة فيكم تختاروا الكامل الدسم أو قليل الدسم أو خالي الدسم رح نحط لهم كمية منيحة من النشا عشان تمسكهم يعني هي بتشبه المهلبية أكتر صح ورح تاخد أكيد سكر وقهوة سريعة الدوبان هلأ اللي رح يدسمها أكتر عندي اللي هو الأشطة طبعا أشطة بلودي من كرم زمزم مصبوط هلأ رح نحط عنا بالطنجرة الحليب أول إشي يعني بتعرفي أنا هي بتخيلها بتصير بخمس دقايق أه ما أخترت وقت يعني تريفي أنا مبارحي عملتها بالليل قبل ما أنام صح من كانت ساعتين ثاني الصبوح أه والله فجأة لقيتها بتبعتلي مسج وتمار عملت الحلو أه أه بتقولي هلأ عملتها قلت لها أه 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 هلأ عملتها أكيد تمارة بدي تعطيني الخفاقة قد بتدفعي نص دينار والله ما عندي غير خفاقة وحدة طب منيح خفاقة خفاقة هلأ زي ما أنتوا شايفين أنا بحط النشا بدوبوا على البارد مع الحليب رح أحط عليهم نصف كمية القهوة سريعة الدوبان لأنه النص التاني رح أحطه بالآخر مع الكريمة أوكي أو الأشطة هاي رح بس دقيقة نحمي هاد هاي هيك ورح أنزل طمعاً كمية السكر عليهم هلأ اللتر من الحليب اللي هو تقريباً أربع كاسات تمارا رح نحط لهم خمس معالة إكبار نشا فهي بدها تكون يعني مسبكة لأنها هي زي المهلبية هلأ أنا جربت أعملت لها إشي تب اللي حضرتها حطت لها يعني نص معلقة صغيرة أهوة تركية أجي أهوة تركية آآ أنت حسنتي؟ هلأ برجع ببركز آآ لا أعطت معها أهوة تركية هلأ الأهوة تركية إيش مشكلتها؟ هلأ برجع 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 للترجمات؟ أهوة تركية صح مية بالمية طيب بس بدي أعطيكي هلأ هدول أشي أكلتي صح؟ آآ آآ عشان أنت عندك حساسية من الشكولاتة زي ما أنا بتذكر آآ صح؟ هلأ هذه تمارا بنقدر نعملها على شكل ثلاث طباقات الثلاث طباقات بتكون أول وحدة اللي هي مهلبية الأهوة سريعة الدوابان والطبقة اللي فوقها منحط قهوة سريعة الدوبان مع لقتين مع معلقتين سكر مع معلقتين مي منعملهم بهاي الفرثر اللي هي بتطلع الرغوة بتطلعها وبنقدر نحطهم على الوجه وبعدين نرجع إذا بدنا نحط أي سلسطة شوكولاتة بدنا إياها بتحبوا الدوب الشوكولاتة تحطوا لها زبدة بتلع زاكي الصراحة بتحطوهم على الوجه وبالآخر منكسر على وجههم الشوكولاتة أنا رح أستمناها بس شوي الدوب لبينما شو اسمه بجزء أخليك تعمليها تمارا بتعرفي مبارح كنت أبعدت لك كبان شغلة ترند وكنت بديك أبصحا أقول خلاص بس أنا قلبي طيب هاينا عم بعترف إنه أنا كنت أقولك أنا اخترعتها بس أنا ما اخترعتها انت بتحب الدراء صح؟ أه بحب الدراء جيب الكاسة هاما غيرها تبعتك طبعون الأشياء الحلوة أه أوكي وبتعمل بتحط دراءة بتقصيها من النص تقيم البزراء تحط الدراءتين بعدين بتحطي زبدة وشوية سكر تحطيها بالمايكرويف تن منتصر تحطي سوق آيس كريم يا سلام باي تمارا هاي هاي نوسفة تمعت اللي يلا بسرعة وسرعة هي كنخف الدم شكراً لكم بذأفولي آآ شمرتم بخاطرها الصراحة الله يضب عليكم طب هلا هادي رح نضلنا نحركها تمارا لحد ما تغلي عندي ويصير قوامها سميك بعد هذا الحكي رح أضيف عليها القشطة اللي هي من المال دي بدك أحط عليها هلا بصير آآ بس أنا عم بفت شوين راح المقص بدك أحط لك لتشوكولتس هون خلص آآ والله معلش أنا نكسرهم ونحطهم على الوجه إيش يعني أفرفتهم يعني شوية حاولت كوني فنانة تمارا خلص هيك هانيا شو بتانية؟ وبدنا نحطهم على الخشب خلص أوكي نحطت لك على الخشب بس خلص هيك مالها لا فنانة ولا إشي ولا ديزاينر والنيحة رسيك الحياة حلوة وسعيدة وعملنا لهم هوية يا جماعة نعم عشان يبينوا أنهم هم مكة هم مشبعين بالقهوة مع الشوكولت كل شي شوفيها أفتاز هيسم قدي تمارا فنانة يعني منصقة غير شكل آآ صح بياخدوني مبدئياً وين على الأوتلات نعم نعم الأوتلات إذا عندكم شواغ غير إحكموا مع تمارا أنا جاهزة وصفة كتير سهلة هي تمارا انتي لاحظي قديش سهلة وقدة مكوناتها بسيطة بس طعمها كتير طيب صراحة وخفيفة وخفيفة وأنا دقتها بس لأني دقتها على بالفاصل لأني ما بقدر أخدت شوكولت فعلياً زاكية خفيفة باردة سريعة مميزة جداً كوصفة طيب أنا هادي بدي أستناها لازم تغلي لأنه ما بصيري نضيف الإشطة عليها إلا لما تغلي فمعلش رح أسترنا عليها شوي أول رح أخلي هلأ تمارا تيجي تحركها هاتي بحركها أه لا هلأ الخليط بس أذكركم اللي بالآخر رح نحط هذا مع هاد إيه طب إيش بدك أحرك؟ حركيها لو سنحتي أحط الميلوديك؟ أه أه لا لسا 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 استني بستغلي شوي ماشي وأنا بهذا الوقت رح أعمل التحل أحطهم وأرتبهم الله 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 الريحة صاح؟ الله عكله حتى أنا حبيت فكرة البندورة كيف حططيها وصح زاكي هيك شكلها البندورة ولهاي الصراحة فكرة ميسون اللي قالت إنه منحط البندورة والله أه أه بتحشيها بنفس الحشوة بتحطها جنبها تطلع طيبة وبتقدم قلتي ممكن التاكل مع خبز ممكن مع خبز أكيد أنا شخصيا بحبه مع خبز بحصته أسكى إشي خفيفة صح موظبوط طيب هانيا قلتي أنا لازم أحط المفارم قصير جنبي للي عم بصفي رايحة جاي لا أجيب المفرمة طب هانيا أحكي لي هلا أنا هذا أمت بحط مرودة بس يغليه أه بس يغلي مع شخص خليك تمارد تسلي شوي يعني أصدك تشنجي شوي على إيش محدود هو على تسعة بقديهم مفقود هو أعلى درجة قديها دانا تسعة دانا عم تضحك عليها هانيا صح أظن حداعش شكرا والله شكرا يا دانا طب ليه رح تطيع العين الكبيرة هاي 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 التكنولوجيا هاي 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 ه يتقدموا هيك مقطعين صح؟ مضبوط صح أنا بحبهم مقطعين عشان خلص تحطيها بالساندوتش بتشوفوا قدية حلوة من جوا هيك ببين الحشوة اللي فيها هلأ في حسنات دائما لما بتكون صغيرة هيها شعفين شو حلوة؟ ايش بتكون الحسنة؟ إنها لما بتكون صغيرة بتستوي بسرعة بس ما بتقدر تحط فيها حشوة كبيرة قديت تقريباً قادت بالفرن؟ تقريباً ساعتين دائماً بقول كل إشي له حسناته الكبيرة بتاخد حشوة أكتر بس تاخد بالفرن أكتر الأصغر بتاخد حشوة أقل بس بتستوي بسرعة وبتكون يعني إجمالاً يعني قطرة شوي فيكم طبعاً تختاروا اللي بدكم إياه هيك شوفوا قديش مشهية صراحة يلا وهي نحط حبات البندورة هيك حوالي ياه أحلى شكلها البندورة اللي فيها التوم شايفين؟ واو يعني شوفي هلأ كمان هو لما الواحد يقدمها يحط جنبها ليمون بتخيل زاكية هامضة زاكية فهي إحنا اليوم عطناكم الطريقة تشجعوا ويعملوها واللي ما بتشجعوا بعملها عادي احكوا وطلبوها من عند أي حدا من الستات الشطورين اللي بعملوها زي ميسون كمان لأنها عن جد هيك يعني بتتقنهم هاي الأشياء عن جد هذا ما رح يغليها نياء أو غلص عالي شوفي لك طليلك طلة حاسي حالي زي المعاقبة تمارا أنا الله وكلكم زي العقاب زي العقاب وشوبت بيفو كيف لما تلهوا ولد صغير تحكيلوا تفضل اعمل هذا الاشي عشان خلص رفو تشتغلوا انتو أنا هيك عملتها ويجريتني رح أستفيد من الموضوع ليه؟ شوبت أنا ما بقدر أكل طيب خلص آآ آآ خلص يعني بالعادة كنت أستفيد منكم زمانا لا مظم هلأ مش عم تستفيد اشي يا حرام حياة مصالح يا جماعة نعم نعم هاي هاتي تفضلي لا أنا بس قولي لي أحط الميلودي ولا لسه لا هيني ها هلا أنا بأعملها تفضلي شكرا 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 هاي هون وراح ننزل عليهم باقي القهوة سريعة الدوابان حلو هاي ها وزي ما حكينا إذا عندكم الفرثر أو عندكم الخلاط اليدوي بتقدروا تخفقوا معلقتين من القهوة سريعة الدوابان معلقتين من السكر مع معلقتين من الماي الصاخنة وبطلعوا عندكم زي الرغوة هيك ترجعوا كمان تحطوها على الوجه حلو هاي ها هاي تشايفي تمارا هاي هاي ها خلص جمدت ما شاء الله وهيك بتحطي عليها قلت القهوة مظبوطاً رح أحطهم كلهم دول أسكى الصراحة يكون ما تقلت القهوة كل ما كانت أسكى طب هنوشي أرجع يذكرنا شو عملنا على الصفرة اليوم خلص وطبعاً بس نحط القشطة لازم تكون مش ع الغاز خلص لأنها القشطة بعدين بتبدأ زكا أنها تنطبخ طيب اليوم عملنا وصفات خفيفة لذيذة بتقدروا تستفيدوا منها هلأ بتقدروا تستفيدوا منها بعزائكم اللي هي واحدة منهم ترند اللي هي فتت متبل البيتنجان مع الحمص والجوز وبتتزين بالخبز المقلي والجوز كتير طيبة وكمان عملنا معاكم الاطحالات المحشية والمشوية بالفرن وعملنا معكم حلوء المكة يلي بد فيه القهوة غني بالقهوة مع صوس الشوكولاتة وعنجد إنه بارد هكذا كتير 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 وصفة حلوة خفيفة لذيذة سريعة بقدروا يزيدوا لها كريمة بتقدروا تزيدوا كريمة أكيد يعني لهوم بتكون حلقتنا خلطة أكيد ونتمنى لكم بقية نهارة موفق من يوم السبت ديروا بالكم على حالكم بكرة نهارة جديدة بداية أسبوع عمل مميز بإذن الله باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة